خلينا بقى نروح لمنتخبنا الأولمبي اللي عنده بكرة مباراة مهمة في الدور قبل النهاية في كأس أمم إفريقيا أمام المنتخب الغيني المنتخب الغيني واحد من أفضل المنتخبات اللي موجودة المنتخبات الأولمبي اللي موجودة في هذه البطورة منتخبنا الأولمبي قدر أنه يحقق نتائج رائعة وتصدر مجموعته وزي ما قلت بعد التعادل أمام النيجر كلنا قلنا لازم ندعم المنتخب ونقف ظهره وعندنا ثقة كبيرة جدا في نجوم المنتخب على فكرة ميكالي واحد من المديرين الفنين الجيدين ومعاه مجموعة جيدة سواء كابتل واق الرياض وبقية المجموعة اللي معاه كلهم الحقيقة اشتغلوا قبل كده وعارفين عايزين يعملوا ايه وعايزين يوصلوا بمصر للأولمبياد ان شاء الله ربنا يكرمنا يعني حطينا خطوة لسه الخطوة التانية ان شاء الله ربنا يكرمنا لو كسبنا غينيا يبقى ضمننا الوصول الى أولمبياد باريس ولكن لو لقدر الله حصل حاجة تانية هننتظر بقى المباراة اللي بعد كده لو طلعنا التالت يبقى هنوصل مباشرة لو لقدر الله حصل حاجة وطلعنا الرابع يبقى لسه هنلعب أو هنصفي مع حد من أسيا وبالتالي يعني بنسبة ان شاء الله ان شاء الله تبدو جيدا ان شاء الله ان شاء الله منتخبنا قادر على الوصول الى أولمبياد باريس اللعبة حيخوضوا هذا اللقاء وهم عارفين ووثقين أن هم يقدروا ويحققوا هذا الفوز على رغم من قوة المنتخب الغني. مرة تانية يجب أن يكون هناك إشادة بالمنتخب الأولمبي ولازم كلنا نفضل وقفين وراءه ولازم كلنا ندعم هذا المنتخب لأنه هو المنتخب اللي جاي. بعد المنتخب الأول هتلاقي المنتخب الأولمبي وخلي بالحضراتكم احنا عندنا في 2003 او منتخب الناشئين ومنتخب الشباب فشل ذريع. وبالتالي الكل ينتظر ماذا سيفعل المنتخب الأولمبي حتى الآن الأمور جيدة تحت إشراف أحد نجوم كرة القدم المصرية النجم الكبير كابتن محمد بركات المشرف على هذا المنتخب. ودائما ما يكون متواجد هو موجود معهم في المغرب وبيقعد كل يوم مع الشباب هناك مع اللعبة وبيقول لهم عصارة خبرته علشان يقدر يستفيدوا منه الحقيقة في ظل هذه الظروف خصوصا بعد المباراة الأولانية.